يا سيدي الكريم الحديث عن المرأة في العراق طويل سألتني عن العراق فقالت هل ترى العراق كما يقال جميل وقلت يا حباه لا تسأليني فحديثي عن العراق يطول لاحظ حضرتك شوف شوف المرأة مظلومة عندنا المصريين أدهم كيلو باترة حكمتهم كيلو باترة رومانية ممصرية أرقى شعر كتب أحمد شوق بيها كيلو باترة أي حلم من ليالك الحسان وأرقى موسيقى وضعها محمد عبد الوهاب جدني واحد شاعر كتب عن امرأة جدني موسيقى ألف عن شبعات اللي جاء لها البابا البابا ما راح نصل إجلي العراق خاب صينب قلقامش وغير قلقامش امشي ليه قدام بعد في سنة 1411 حكمتنا امرأة اسمها دوندي اعتقد اسأل كل كتاب التاريخ ذا كلهم ذكرتها بنافج يقول لها من يجب تستاذ طارق قلت لهم ارجعوا ميكرو وناعيا تأجي نتجى الوقت العثماني عديد خاتون امرأة الى الان خيراتها صارت 300 سنة المحكمة الشرعية الموجودة في بغداد يم البنك المنخزي يم شارع النهار من خيراتها وإلى الان بسجل ووقف باسمها شوف لهذا حضرتك كان اسم واحد مدرسة صغيرة بشارع المغرب بالأعظمية اسمها مدرسة نازن دخاتون لأن اسم امرأة سوى قلت لشيلها جابه اسمش مدرسة المتبيز يا ابه ليش نكتبه مدرسة نازن خاتون للمتبيزات شوف لهذا فاحنا يا اخي عاق لا خذ مثل اخر البطارة ونجوه عندي المرأة اكثر من الرجل لما تروح الوزارة العمل والشوء الاجتماعية وتجي فنده سائية بسيطة شوف جلابك 10% من رواتب الرعاية يوصل للنساء وتسعين بالمية كل واحد بقبل مرتين ياخذ راتب رعاية سواحية فهي عجيبة يعني والله عجيبة يا جماعة انا محامي اي وما اقول انا لغة ارقام موت الغيري نعم اعتقد جرائم الاتجار بالبشر وجرائم كذا وجرائم كذا نعم عندك محاكم وقرأ الاحصائيات ما له تمام نادرا او ما تمارس من نساء تمارس من لكون شوف لولا حضرتك فهسا احنا مو مجال مقارنة الشريعة اي شريعة يا سيد الكريم اقرأ جنابك الاحكام الخاصة بالحضانة فيجة اغلب دول عالم اغلب دولة الاسلامية يعني تعتقد اول ما يبدون بحديث سيدنا الرسول لعن الله لعن الله من فرق بين والدة وولدها شوف لولا جنابك اي شريعة يا شموم واقع من دعوه والمحكمة الاتحادية في 2017 قالوا هذا يخالف الشريعة الاسلامية والمحكمة الاتحادية رفضت هذا القول لا سيد الكريم شريعة الاسلامية اذا هذا يفرض سؤال في غاية الاهمية التعديلات كما كانت تتحدث السيدة النائبة تبناها مجموعة من الاخوة الاسلاميون هل افهم ان هؤلاء الاسلاميون سواء في البرلمان او في اماكن اخرى لديهم عقدة من المرأة هل هناك عقدة معينة بذاتها لا يا سيد مو اقلة من المرأة مو اقلة من المرأة وانما لال المرأة كيف يمطيها فلوس حضانة راتم مية وعشرين شهر حضانة مية وعشرين الف دينار استطور مية وعشرين الف دينار شيفوك كبيرة ليش هي العقدة هي العقدة العقدة بالفلوس انا استماعت لرجال يقول لك التضعفيا بس الطيني يا بني مو يريد دلالها اسمعني سيدي اسمعني خدها احتي اسمعني اسمعني تمام عشرين بالمية فقط حضانة المرأة لأولادها ثمانين بالمية الحضانة تروح للرجل شنوه للرجل عشيرة من التطلق قال العشيرة يا فلانة قررت أن الأولاد رحوا لأبوهم تقدر فلانة تحتي تقدر توصل المحكمة ينعلون أبو أبوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر